اشتركوا في القناة نعم بدى الاجتماع بكلمة لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة أشار فيها إلى أن السعودية حرصت خلال فترة رياستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربية المشترك وتعزيز التنسيق في المواقف نحو بالورة تحرك جماعي وفعال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الرهنة على رأسها القضية الفلسطينية أضاف بأنه منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني عملت السعودية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على حجد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والحد من تدعيات الأزمة والتساعي نطاقها أعرب عن أمله بتضافر الجهود واستمرارية التنسيق لتوحيد الرؤى ومجابهة التهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة معربا عن تهنيئته لمملكة البحرين على رئاستها لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة متمنيا لها التوفيق والنجاح بعدها تولى سعادة الدكتور عبداللطين بن راشد الزياني وزير الخارجية رئاسة الاجتماع التحديد للقمة الثالثة والثلاثين حيث تم استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها أن القمة تنعقد في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية أشار إلى أن مملكة البحرين أكدت بقيادة جلالة الملك المعظم حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ نيثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودعمها لموصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها في موجهة التحديات مجددا في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية هي انتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة وتعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات العربية الملناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحسن الجوار إضافة إلى استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة كما ألقى مع لي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة أعرب فيها عن شكره لوزير خارجية المملكة العربية السعودية على ترأس بلاده عمل القمة العربية الماضية مهني أن سعادة دكتور عبدالطيف بن راشد الزياني على تولي البحرين رئاسة القمة الثالثة والثلاثين في ظروف دقيقة للأمة العربية متمنيا لسعادة وزير الخارجية ولمملكة البحرين كل التوفيق والسداد مشهدا بحسن الأعداد والاستقبال وكرم الضيافة وأشار إلى أن العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشا وقابلا للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة دون حل وأن أنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره كما تطرق معاليه لعدد من القضايا والموضوعات والتحديات التي تشهدها المنطقة مثل الأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا وقد بحث أصحاب السمو والمعالي الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب والتوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القضايا المتصلة بالتعاون العربي والتحديات التي تواجه العمل العربي المشرك كما تم بحث القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي ومناقشت مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة لأعتمادها بسم الله الرحمن الرحيم أعلن على بركة الله افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين الأخوة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية العرب معالي الأخ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة أعضاء الوفود الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم وأنقل لكم تحيات وتقدير حذر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لاجتماعنا التحذيري ولأعمال القمة العربية بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح أمتنا العربية وأود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الطيبة لبلاده في رئاستها الحكيمة للقمة العربية في دورتها الماضية واسهاماتها الدؤوبة والمخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك كما أعرب عن بالغ التقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعدي وجميع من سوبي الأمانة العامة على تعاونهم المثمر مع مملكة البحرين في الإعداد والتحذير لهذه القمة ويسرني في هذا المقام أن أشكركم أخواني أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ما لقيته خلال جولتي في دولكم الشقيقة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما لمسته من تعاون وتفاهم ورغبة صادقة في دعم جهود مملكة البحرين لاستضافة وإنجاح أعمال القمة وما قدمتموه من مقترحات وأفكار بناء لتعزيز العمل العربي المشترك فلكم مني بالغ الثناء والإمتنان أخواني الوزراء تنعقد القمة العربية الثالثة والثلاثون في ظل ظروف سياسية وإمنية بالغة الدقة والحساسية ووسط تحديات اقتصادية ومآس إنسانية وصراعات نقليمية ودولية تفرض علينا وحدة الصف والتضامن دفاعا عن مصالحنا الحيوية وأمننا القومي وتعبيرا عن آمال شعوبنا الشقيقة في مستقبل مشرك يسوده السلام والاستقرار والنماء والازدهار وانطلاقا من مسؤولياتنا الجسيمة يحدون الأمل في أن تمثل هذه القمة مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك المبني على روابط أخوية تاريخية ووحدة الهدف والمصير ومبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل والأمن الجماعي والإيمان بأن قوتنا في وحدتنا واعتزازنا بقيمنا وهويتنا الثقافية والحضارية وقدراتنا على التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية بما يلبي تطلعات شعوبنا والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة والعيش بحرية وأمان وكرامة ولقد أكدت مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلال الملك المعظم حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول انتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتوفير احتياجاته الإنسانية ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ورفض التصعيد العسكري في المنطقة في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم ومنع نشوب الصراعات أو توسعها ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض وفي هذا الصدد تقدمت مملكة البحرين بعدد من المبادرات لاعتمادها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والقادة من بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وتتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال المؤتمر على أرضها دعم ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة المحور الثاني تحزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بنائة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات والشراكة العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني وتأمين حركة الملاحة البحرية وأخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل أما المحور الثالث فهو استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة لا سيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة وتيسير حركة التجارة والاستثمار وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة وفي الختام أجدد الترحيب بكم أخوة أعزاء كرام في بلدكم الثاني مملكة البحرين أرض التسامح والتعايش والسلام سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما يعود بالخير والنماء على دولنا وشعوبنا الشقيقة واستدامة عزتها وتقدمها في بيئة أقليمية ودولية توفر الأمن والاستقرار والعدالة والازدهار للجميع شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وعرب ألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الثالثة وثلاثين عرب عن تمنياته بنجاح القمة التي تحتضنها مملكة البحرين في هذا الظرف الدقيق للأمة العربية شكراً أخي العزيز الصديق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين صحاب السمو والمعالي السادة الوزراء السيدات والسادة أود في البداية أن أتقدم بشكر إلى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية على ترأس بلاده أعمال القمة العربية العادية الثانية والثلاثين وعلى النشاط الكبير الذي اطلع هو به شخصياً في جولات مكوكية مترأساً اللجنة العربية الإسلامية لوقف العدوان على غزة كما أتقدم بالتهناء إليكم أخي الصديق على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة الثالثة والثلاثين في ظرف دقيق لأمتنا متمنياً لكم ولبلادكم العزيزة كل التوفيق والسداد كما أشيد بحسن الإعداد والاستقبال وكرم الضيافة الذي أحطتنا به المملكة منذ وصولنا كما أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي السادة وزراء خارجية فلسطين السودان الصومال واليمن بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة ومشاركتهم معنا في أعمال الدورة الحالية للمجلس ترجمة نانسي قنقر